طب دكتور يعني أنا هحاول انتهت الفرصة برضو قدر لاستطاع مش هينفع تبقى حضرتك معنا على التليفون ومسألش على الكورونا هل هذا الوباء يعني مش طبع مش اقول انتهى من العالم ولكن أصبح أخف وطأ بكتير عما عاهدناه في بدايته ولا ممكن يرجع بشراسة تاني يعني شو بسيطة بمدى التجارب السابقة سواء على أنواع أخرى من فيروس كورونا أو الفيروسات التنفسية الأخرى الحمد لله أقل شراسة حتى مع المتحورات الموجودة الجديدة الفيروس أصبح موجود وأصبح متوقف في العالم كله وأصبح أحد الفيروسات التنفسية احنا عندنا في الوانزة المسلمية عندنا رسبات السنسيتي الفيروس اللي هو المخلاوي وأنواع أخرى من الفيروسات منتشرة وطبعا كلنا عارفين أنها بتزيد دايما في فصل الشتاء لأسباب كثيرة جدا إنما الحمد لله الموقف مسيطرة عليه تماما والفيروس الكورونا مازال موجود حالات ليست كثيرة زي الأول زي حالة الوباء الكبيرة جدا الحالات شدتها أقل حدتها أقل مضاعفاتها أقل والحمد لله خلال تقريبا سنة لم ترسط حالات وفيات نتيجة للكورونا الحمد لله الحمد لله أنا شكرك جدا يا دكتور وألف مبروك وشرفتني الحقيقة وأسعدتنا جدا بقبول المكالمة كل الشكر دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية حقيقة ألف 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 شكر